أكلتنا لليوم بطة بالفرن أكلك مينين يا بطة تعوا شوفوا معي كيف حدرتها وشوفوا طريقة التحطير أول شي بغسل البطة كتير كتير منيح بالمي المسقعة بس طلعوا سرق اللي منها الفخدة حرام طلعت بإجر واحدة شايفين شكلها كيف المهم بحطلها ملحة كتير وبفركة كتير منيح وإذا لقيتوا فيها لسه زغابات بتجيبوا طحين على بطة طاية وبتفركوها كتير منيح فبيطلع أي شي بنقع على البطة شغلة ساعتين ثلاثة بالقرفة والقرنفل والبهار الأسود وقطع من البردقان وورق الغار وعسير البردقان بنقع على شغلة ثلاث ساعات أربع ساعات أدمع بتحبوه بس المهم تكون مي المسقعة هلأ على جنابه بحضر الفرشة اللي بدي حط عليها البطة هي جزر وكرفس وبصل وتوم حضرت الصلصة اللي بدي أفرك فيها البطة ونقعها لتاني يوم كتبت لكم كل العيارات قدامكم تاني يوم وقت بدي حطها بالفرن بجيب دبس الرمان وزيت زيتون بوزعه على كامل البطة وبسقي بالجلد شوي لأنه البطة كتير فيها دهن لهيك بحطها على الشبكة شايفين؟ ما بخليها أنه تنطبخ مع الخضرة لأنه بصير كتير كتير هيك دسم أنا حتى الخضرة واللي بحطهم تحتها ما ببعا كلهم نهائيا لأنه بيصيروا كتير فيهم دسم من البطة فبس لحتى يعطوها نكهة بغطيها بورق الزبدة وبعدين باللومونين فوير وكل شوي منكشف عليها ومن نرجع من حطله شوي دبس الرمان مع الزيت الزيتون أو من المي اللي تبع البطة اللي بتطلع والفات تبع البطة وقدمتها مع رز وسلدة شواندر وصحة وألف حنالي اللي بدي يجربها شايفين لون أحمر؟ شكرا